هلو مي دير استيودين أعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث الصناعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللغة الإنجليزية كل سنة وإحنا كلنا طيبين وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا النهاردة هنبدأ بداية أول وحدة في المنهج الدراسي الجديد وإن شاء الله هنكون مع بعض ونيسر كل شيء بداية أول يونت النهاردة بيتكلم عن الماتيريالز أول يونت بيتكلم عن ماتيريالز ده التايتل بتاع اليونت بتاعي what is the meaning of materials احنا عندنا كل حاجة حوالينا كلها ماتيريالز الماتيريالز ديه بتبقى مادة خام وبنصنع منها كل شيء يلزم استخدامنا for example عندنا هنا أبسط مثال عندنا wood wood is the meaning of wood wood هو الخشب الخشب اللي احنا بنصنع منه أشياء كتيرة wood بنصنع منه chairs chairs tables وحاجات كتيرة جدا wood هنا بنسميه مادة خام material ليه بنسميه material؟ لأن هي مادة بنصنع منها أشياء كتير تمام فيه examples عندنا كتير حوالينا وبيبقى موجودة موجودة برضو هناخد example تاني حيوي جدا وهو glass 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 هو الزجاج الزجاج نفسه في حد ذاته هو material material بنصنع منها أشياء كتير تمام طيب السؤال هنا اللي هنتعرض له في اليونت اللي احنا هنشتغله النهاردة وهو ازاي نستخدم الماتيريالز دي ونسخرها لأشياء تكون صالحة لها for example هل يجوز ان انا اعمل استخدم مادة الزجاج الزجاج وأعمل منها chair أو table أعود عليه لا ما ينفعش ليه؟ لأن في حاجة اسمها the properties of the material properties of the material هي مميزات أو خصائص المادة دي المادة دي في خصائصها ايه؟ يخليني استخدمها في ايه؟ وده جزء من الأشياء اللي احنا هنتعرض لها النهاردة في اليونت اللي هندرسه أول حاجة هنعملها وزي ما اتفقنا قبل كده احنا الدرس بتاعنا بينقسم ليه أشياء عديدة ايه الأشياء اللي احنا بنشوفها فيه؟ أول حاجة بنستخدم الفوكاب what is the meaning of new vocabulary؟ new vocabulary دي هي الكلمات الجديدة اللي هتصدفنا في اليونت بتاعنا ايه تاني ممكن نستفيده من اليونت؟ اللي بنستفيده من اليونت فيه rules rules grammatical rules الروز دي برضو بتساعد هنبدأ دلوقتي مع بعض في أول يونت أول حاجة زي ما قلنا the materials are the materials are المaterials اللي انا كنت بكلم عنها من شوية وهي water water the material metals 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 المعادن المعادن اللي احنا كلها بنستخدمها في صناعة أشياء rubber 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 مطاط plastic plastic البلاستيك اللي احنا بنستخدمه في أشياء كتير جداً احنا عندنا البلاستيك ده مادة غنية جداً وبتستخدم في أشياء كتيرة جداً ده هنتعرض له برضو في مبعد gold 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 الدهب gold الدهب عارفين طبعاً ان احنا بنستخدم الدهب بصناعة الحلي وصناعة الجزء أو بعض الأنتيكات اللي بتبقى غالية الثمن copper 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 what the meaning of copper النحاس النحاس احنا عندنا هنا مجموعة materials برضو زي ما احنا قلنا في البداية احنا عندنا الميتلز بأنواعها كلها فيه عندنا iron فيه عندنا gold من materials كل الميتلز اللي عندنا بنستخدمها في صناعة أشياء كتير وبردو هناخد examples لها ناخد جزء من new vocab برضو عندنا هنا fiberglass 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 طبعاً انا بنطق الكلمة مرتين أو ثلاثة علشان انت معايا هتنطق معايا كلمة كلمة fiberglass what is the meaning of fiberglass الزجاج الليفي يعني ايه زجاج الليفي ده يعتبر مادة مصنعة من أكتر من خامة مادة مصنعة من أكتر من خامة steel 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 حديد الصلب iron 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 الحديد نفسه lead 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 الرصاص tough tough احنا هنا جينا tough هنا ما هياش من المعادن ولكن معناها صفة متين متين plastic foam plastic foam plastic foam برضو ده مادة من المواد اللي هي بتبقى عبارة عن دمج مواد مختلفة مع بعض بتطلع مادة تالتة تفيدنا في أشياء كتيرة اللي هو البلاستيك الرغوي cover 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 what is the meaning of cover يغطي يغطي واند سيرف بورد واند سيرف بورد واند سيرف بورد واند سيرف بورد أيوة كلمة طويلة شوية بس هنزبطها مع بعض واند سيرف بورد يعني ايه واند سيرف بورد هو لوح شراعي لوح شراعي لوح شراعي ده هنيجي دلوقتي هنجيب صورة ليه وهنجيب وصفه كامل ازاي بيشتغل في المية float 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 يطفو يطفو يعني ايه؟ يعني يطفو فوق سطح المية break 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 يكسر يكسر بريفانت 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 يمنع يمنع لايف جاكت لايف جاكت سطرة النجاة سطرة النجاة سطرة النجاة اللي احنا بنلبسها دايماً واحنا في الماء sink 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 what the meaning of sink يغرق يغرق في البحر bend 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 يتني يتني معايا او حاجة تبقى مارينة معايا تتني بسهولة hull 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 هيكل السفينة او هيكل القارب mast 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 ده اللي هو الصاري الصاري دوت اللي هو بيبقى بيسند الشراع ان هو موجود عندنا في السفينة وبرضو هجيب الشراع او القارب كله علشان نقولوا مع بعض بالتوضيح boom boom العرضة العرضة sail 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 شراع board اللي هو سطح السفينة او اللوح اللي بنقف عليه بالنسبة لو هو كان قارب لوح شراعي زي اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة rub rub الحبل leather 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 هنا ده الجلد وطبعا ده يعتبر من الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها في صناعة اشياء كتيرة بنستخدمها في حياتنا silver silver what the meaning of silver الفضة الفضة معدن الفضة concrete 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 اللي هي الخرصانة اللي بتستخدمها في البناء prex 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 tube الطوب الطوب ده برضو يعتبر من المواد اللي بنستخدمها في البناء هنيجي دلوقتي ونشوف properties of materials قولنا قبل كده ان احنا عندنا properties of materials what is the meaning of properties of materials زي ما اتفقنا ان احنا عندنا اكتر من مادة علشان اقدر اوظف المادة دي في صناعة الاشياء اللي انا محتاجاها لازم اعرف المميزات او الخصائص اللي بتمتاز بيها المادة دي علشان اقدر اوظفها في الحاجة الصح في الحاجة الصح مجيش مثلا اعمل حاجة من مادة بتكون مش صالحة ليا او ماينفعش استخدامها او لا تصلح للاستخدام العام تمام؟ علشان كده بقول ان في حاجة عندنا اسمها properties of materials اللي هي الخصائص اللي هي بتمتاز بيها المواد دي طيب انا دلوقتي الخصائص دي ازاي اعرف اعبر عنها ازاي اقدر اقول ان المادة دي بتمتاز بكذا او خصائصها كذا دلوقتي انا هاعرف الصفة والنون الصفة اللي بتمتاز بيها هذه المادة لما اجي اقول الصفة طبيعي انا لما باجي اقول properties يعني اقول الصفات اللي هي بتمتاز بيها طيب انا دلوقتي هجيب لك column او هجيب لك جدول هقول لك في الصفات اللي ممكن نستخدمها والنون الخاص بالصفات دي الصفات والنون بتاعتها طب انا دلوقتي يا ميس هعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي الجدول اللي معانا ايه هي الصفة والنون بتاعها واكزامبل ليها في المادة اللي خاصة بيها وبعد كده هنشوف مع بعض ازاي اكون جملة اقول فيها المادة دي تمتاز بكذا او خاصيتها كذا هنبدأ مع بعض دلوقتي نقرأ مع بعض الكلمة هقولها مرتين او تلاتة ومعايا كلمة كلمة هتردد معايا كلمة علشان تبقى سهل ان انت تحفظها بعد كده اوكي؟ يلا بنا الصفة اللي هي الادجيكتيب داكتايل 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 دي معناها قابل للسحب صفة معناها قابل للسحب على طول هدخل على النون بتاعها النون بتاعها بيقول ايه؟ داكتاليتي داكتاليتي حاجات دي يا ولاد لازم تتحفظ كويس جدا تتفهم الاول وبعد كده نحفظها كويس جدا يبقى الصفة هنا داكتايل ميننج قابل للسحب داكتاليتي قابلية السحب قابلية السحب طب ايه الاكزامبل في المواد الخام اللي عندي اللي بتيجي عليها الصفة دي؟ الكابر الكابر اه يعني ايه يا ميس قابل للسحب ويعني ايه النحاس دوت في صفة قابلية السحب يعني انا عندي النحاس لما بقاجي استخدمه وقاجي اسحبه بيتسحب معي يعني ايه بيتسحب معي؟ النحاس دا مادة بيتصنع منها تماثيل وبيتصنع منها هدوات كتيرة قوي بتبقى عبارة عن شايبينج يعني انا بستخدمه في الشايبينج معنى ان انا بستخدمه في الشايبينج يعني لازم يكون معايا قابل للسحب اشد فيه ما يتقطعش ما يتكسرش فهي مادة اللي هي الدكتيلتي الخاصة بالكابر هي معناها ان هي سهلة التشكيل في المادة هدي تاني صفة عندي وهي فليكسبل 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 النون بتاعها فليكسبلتي فليكسبلتي يعني المرن دي مرن يعني صفة والمرونة اللي هي النون الخاص بيها طب ايه الاكسبل اللي عندي ايه المادة الخام اللي فيها الصفة دي الربر الربر ياولاد هنا هو مادة مرنة جدا مرنة يعني ايه مرنة يعني لما شدها لأي طول او اي حد حد بتتشد معايا برضو ما بتطقطعش ولا بتكسر فدي بتبقى سهلة معايا ان انا اعمل منها اشياء كتيرة يبقى هنا الخاصية اللي بتمتاز بيها الربر هي المرونة المرونة الخاصية بتاعتها اللي هي مرنة فليكسبل او النون بتاعها فليكسبلتي بعد كده مليبل 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 ده معناها قابل للطرق يعني لما دق عليها متكسرش نكمل بئا النون مليبلتي مليبلتي قابلية الطرق قابلية الطرق ايه المادة الماتيريالز بتاعتي اللي بتنطبق عليها الخاصية دي اه الجولد الجولد الزهب يعني ايه يا ميس ان الجولد قابل للطرق معناها ايه ايه اللي هستفيدوا من الخاصية دي ايوة انا لما اجي اعمل رينكس او اعمل اي حلي من الحلي اللي انا بستخدمها بيبقى لازم ادق عليها بحاجة بسيطة كده لو انا دقت على المادة الخام وكسرت معايا معنا كده ان مش هاقدر ان انا اعملها سيلندر ولا اقدر اعملها باي شكل من الاشكال هتقول مكسورة معايا على طول فبالتالي لازم يبقى فيه خاصية المليابلتي علشان اقدر استخدم الخاصية اللي بعد كده وهي كوندكتف كوندكتف النون بتاعها كوندكتفتيز كوندكتفتيز كلمة كوندكتف معناها موصل كلمة كوندكتفتيز معناها قابلية التوصيل قابلية التوصيل طب ايه المادة الخامية مثل اللي انا بستخدمها الالومينم الالومينم اللي هو الالومينيوم طب تعالى بقى معايا هنا يعني ايه كلمة كوندكتف ويعني ايه كلمة كوندكتفتي كلمة كوندكتف معناها موصل موصل لإيه؟ موصل للحرارة موصل للكهربا ومعنى ان هو موصل يعني معنى كده ان ليها استخدامات هتفدني كتير علشان المادة دي موصلة جيدة سواء للحرارة او للكهربا على سبيل المثال انا بستخدم الالومينم ابسط شيء في الاواني الطهي البوتس بتاعتي البوتس اللي بستخدمها في الكيتشن بتاعي دي بستخدم فيها الالومينم ليه بستخدم الالومينم؟ لانه موصل جيد للحرارة بيوزع الحرارة بشكل ممتاز علشان كده عرفت ان انا استخدمه في ايه؟ تمام؟ الصفة اللي بعد كده ترانسبيرنت 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 اللي هي شفاف وترانسبيرنت اللي هي النون بتاعتها الشفافية الشفافية طب ايه الاكزامبل اللي عندي؟ الجلاس اللي هو الزجاج صح انا عندي من اهم صفات الجلاس وهي ترانسبيرنت ترانسبيرنت يعني شفاف يعني اقدر اشوف ما وراؤه اشوف ما وراؤه ده بيتحلنا عاجات كتيرة جدا أقدر أستخدم الزجاج فيها منها الويندوز منها الويندوز منها الطابس بتاعت التابلز الطابس فقط الطابس بتاعت التابل بقدر أن أستخدمها في الجلاس علشان هي فيها ترانسبرانسي تقدر أن هي توريني إيه اللي خلفها وطبعا ده فيه أشياء كتيرة جدا بتستخدم فيه من الزجاج السفة اللي بعد كده طف 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 وتززمينجة أو طف طف يعني متين صلب متين أو صلب مادة متينة أو صلبة طيب النون بتاعها إيه طفنس 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 طب إيه المادة الخام اللي هي بينطبق عليها هذه الصفة الفايبر جلاس الفايبر جلاس الفايبر جلاس ده يا ولاد بيستخدم فيه أشياء كتيرة جدا إحنا عرفنا أن أهم خصائصه وهو أنه هو متين المتانة علشان كده بنستخدمه دايما في الأشياء اللي بتتعرض للكسر أو للصدام القوي علشان تقدر تكون محملة وقوية محملة وقوية هنيجي بعد كده نشوف إيه الحاجات اللي أنا قلتها من شوية إزاي أستخدم الصفات دي والنونز في وصف أو في عمل جملة مفيدة أقدر أن أنا أكتبها وأوضح خصائص المادة يمكن التعبير عن خصائص المواد باستخدام الصفة أو الاسم الكلام اللي أنا قلته في الأول أنا ممكن أوصف المادة باستخدام الصفة أو الاسم طب أنا عندي هنا حاجتين أو طريقتين هنا إز وهاز أنا ممكن أحط إز في الجملة بس لازم إز أيجيب بعدها الأدجيكتف اللي هي موجودة عندي في التابل في أول التابل الأدجيكتف دي بحطها بعد إز على طول طيب هاز بحط بعدها النون يبقى معنا كده يا أولاد إن أنا بستخدم لما أجي أوصف الجملة أو بعمل جملة بوصف بيها المادة الخام حاجة من الاتنين يا إما هحط الصفة يا إما هحط النون طب لو حطت الصفة يا ميس أعمل إيه؟ لازم أحط قبلها إز لازم أحط قبل الصفة إز طب لو حطت النون يبقى لازم أحط قبلها هاز لازم أحط قبلها هاز طب تعالوا نشوف اكزامبلز كده معايا rubber is very flexible rubber is very flexible انا هنا يمس حطيت very ما حطيتش الصفة على طول ايوة لان هنا very تعتبر برضو تكملة للصفة او جزء من الصفة او برضو حاجة بتزود الصفة يعني انا لما اجي اقول rubber is flexible ماشي تمام جدا هو flexible مرن ولما اجي اقول rubber is very flexible هو مرن جدا يبقى انا باكد الصفة بتاعتي فانا هنا ما عملتش اي تغيير عليها حطيت is جي بعدها على طول الصفة جي بعدها على طول الصفة الاكزامبل اللي بعده rubber has a lot of flexibility rubber has a lot of flexibility انا هنا برضو حطيت has وحطيت بعدها a lot of هنا a lot of يا ولاد مش معناها ان انا غيرت القاعدة لا انا هنا باكد على القاعدة بتاعتي انا لما جيت قلت very مع الصفة باكد ان هي صفة قوية جدا فيها برضو هنا لما جيت في النون وكتبت flexibility a lot of flexibility انا هنا باكد على ان الـ flexibility بتاعتها عالية جدا عالية جدا يبقى هنا حطيت has بعديها flexibility in noun طيب هنا نوع من او نوع الجمل اللي عندي طب نيجي النوع تاني ازاي اعبر بطريقة تانية يمكن التعبير ايضا باستخدام المضارع البسيط اه طيب ازاي اميس استخدم المضارع البسيط الاكزامبل اللي عندي بيقول ايه iron rusts easily iron rusts easily الحديد بيصدق بسهولة يبقى انا عندي الصفة اللي بتكلم عنها في الحديد اللي عايز اوضحها ان هو الحديد بيصدق بيصدق بسهولة او بيصدق طيب هنا الصدق او يصدق الفرب بتاعه ايه rust الفرب هنا rust يبقى ممكن استخدم الفرب في اني انا اوصف المادة دي او اعبر عن خاصية المادة دي ازاي اميس هعمل ايه هقوم جايب المضارع البسيط المضارع البسيط الخاص بيه يبقى هنا rust هحطه فيه زمن المضارع البسيط وايرن طبعا هو بياخد اس مع المضارع البسيط يبقى هقول الجملة iron rusts easily iron rusts easily نيجي بعد كده ونقول الحالة التالتة اللي ممكن استخدم فيها ايه علشان اوصف المادة ايضا ممكن استخدام doesn't can be can't be is easy to is difficult to كل الكلمات دي هنستخدمها هو طبعا doesn't يعني نفي الفعل الايه المضارع البسيط اللي هو بدل ما اقول rusts النفي بتاعه برضو بي ايه بيوصف لي المادة طب can be ايه دي can be معناها ممكن ممكن يبقى حاجة ممكنة فيه طب can't be النفي بتاعها طب is easy to من السهل أن طب is difficult to من الصعب أن طب ياميس اعمل ايه انا هبدأ هنا من الشمال الاول خلينا هنا على اليمين سوري doesn't يجي بعدها الانفينيتف لو انا استخدمت doesn't في الجملة لازم اجيب بعدها الانفينيتف تعالي نشوف الاكزامبل اللي هنا rubber doesn't break easily rubber doesn't break easily حطت doesn't بعدها الانفينيتف بتاع الفرب وحطيت الجملة عادي جدا المطاط مش من السهل او لا ينكسر بسهولة لا ينكسر بسهولة انا هنا يا ولاد عملت ايه وصفت صفة تانية من صفات ال rubber ان هو انا ما قلتش ان هو مطاط بس لا ده كمان ما بيتكسرش بسهولة ما بيتكسرش بسهولة هنيجي برضو على اليمين هنا ونشوف can be طب can be يميس يجي بعدها ايه لازم يجي بعدها ال past participle الايه ال past participle اللي هو ال pp اللي هو التصريف التالت للفعل برافو ساعة ما حد بيتكلم تمام طب هنا ابدأ الجملة اقول ايه glass can be broken easily الزجاج من الممكن ان ينكسر بسهولة اه يبقى انا هنا وصفت صفة من الزجاج برضو انا قلت هنا الصفة مهمة جدا انا الصفة اللي خدتها قبل كده كانت صفة تأكيدية او صفة وصفية ايه هي ان الزجاج is transparent الزجاج is transparent او glass is transparent طب انا هنا لما جيت استخدمت can be عملت جملة جديدة بصفة جديدة اللي هي ايه اللي هي glass can be broken easily من السهل ان هو يكسر بسهولة اوكي نيجي لتالت example can't be plus bb طبيعي لازم ييجي هنا بعدها ال pp لان can be negative بتاعتها can't be negative بتاعتها can't be يبقى اللي هيصير على can be نفس الحكاية هيجي ورا can't be glass can't be bent صفة تالتة هي ان الجلاس لا يمكن ان يسنى ما ينفعش يتني ما ينفعش يتني اللي بعد كده is easy to plus infinitive اوه is easy to عندي هنا ايه يا ولاد to واحنا عارفين ان to في معظم الاحوال ان ما كانش كلها بيجي بعدها المصدر مصدر الفعل بيجي بعدها مصدر الفعل طب نشوف الجملة اللي عندنا glass is easy to break glass is easy to break ان الزجاج من السهل ان ينكسر من السهل ان ينكسر لو احنا لغاية الجملة دي من اول تاني جملة لتالت جملة استخدمنا تلات حاجات مختلفة ولكن التلات حاجات المختلفة دول ادوني في النهاية the same meaning the same meaning استخدمت طرق مختلفة للتعبير عن خصائص المادة ولكن التوتل او الميننج التوتل واحد ما تغيرش يبقى the same meaning with different methods the same meaning with different methods اوكي هنيجي الاخر مثال هنا وهو is difficult to is difficult to يجي بعدها برضو الانفانيتف ليه ياميس يجي بعدها الانفانيتف لان انا عندي هنا ايه two المثال بتاعي هنا بقى gravite is difficult to break gravite gravite ده هو مادة خام اسمها gravite اسمها ايه بالعربي gravite مشتق منها برضو is difficult to break هي مادة صلبة جدا من الصعب انها تنكسر من الصعب ايه انها تنكسر طيب هليجي دلوقتي مع بعض هنقول جمل الجمل دي جملة كاملة بتوضح لي صفات في كل مادة خام بتكلم عنها كل material هتكلم عنها هحط كذا method من الطرق او الطريقة من الطرق اللي انا استخدمتها دلوقتي في التعبير عن properties بتاعة المادة اوكي اول جملة عندي هنا بتقول concrete has compressive strength اه على طول كده مع بعض اول ما اقول الجملة تقول لي على طول احنا استخدمنا هنا ايه ها استخدمنا هاز والنون نون استخدمنا الهاز والنون بتاعنا هنا تمام ما استخدمناش الايه الادجكتف برافو عليكم انا سمع كده ان انتوا معي when it is pressed when it is pressed when it's pressed لما تيجي تضغط عليها it can't be broken or bent it can't be broken or bent استخدمت هنا can't be plus bb يبقى انا عندي هنا concrete لما جيت اتكلم عنه استخدمت مرة has plus noun بتاع الادجكتف والمرة التانية استخدمت can't be plus pp right هنيجي للمثال number two cover is ductile cover is ductile ها مين يقول استخدمنا ايه هنا very very good very good استخدمنا هنا الادجكتف علشان كده حطينا قبلها على طول is استخدمنا هنا الادجكتف علشان كده حطينا قبلها is شوف الجملة اللي بعدها when you pull it when you pull it يعني لما تيجي تسحبه لما تيجي تشده نحصل ايه it can be stretched it can be stretched استخدمنا ايه هنا يا ميس ها can be plus bb very very good can be plus bb يبقى هنا استخدمنا جزء تاني طب نشوف الجملة اللي بعد كده but it can't be broken it can't be broken ها استخدمت ايه هنا برافو عليكم can't be plus bb كده لو انا مشيت على كل جملة وقلت فيها ان انا استخدمت ايه كل الكلام اللي انا قلته قبل كده هيثبت عندي في دماغي وانا دلوقتي قلت القعدة وشرحتها كويس وروحت مدخل هالك جوه example والexample ده بيشتمل على اكتر من قعدة او اكتر من طريقة تعالا نشوف بعد كده وعايزة احنا اللي نجاوب مش انا اللي هقول نايلون is tensile نايلون is tensile ها سمع هنا حد بيقول ها is معاها adjective excellent is معاها adjective tensile هنا هي الاجكتف بتاعتي is tensile when you pull it لما اجي اسحب او اشد النيلون ايه اللي هيحصل it stretches it stretches اه في حاجة جديدة هنا يا ولاد ها استخدمنا ايه استخدمنا القعدة اللي بتقول ان احنا ممكن نستخدم المضارع البسيط اللي هو present simple very good it هنا خدت stretches علشان الاس هنا عيدة على ايد واستخدمنا هنا المضارع البسيط نشوف حاجة تاني it doesn't break it doesn't break اه انا هنا استخدمت نفي المضارع البسيط نفي المضارع البسيط واستخدمت doesn't break very good very good يا سنة تالة اخر مثال عندي وهو gold is malleable gold is malleable الدهب هو قابل للطرق مادة قابلة للطرق هنا is is يجي بعدها ايه بسرعة ها نركز ها بيجي بعدها ايه فعلا بيجي الادجكتف very good excellent هنا عندنا good بيجي بعدها الادجكتف is بيجي بعدها الادجكتف when you strike it when you strike it with a hammer لما اجي ادق عليه بالهمر او الشكوش بيحصل بيحصل ايه it changes its shape بيتغير شكله بيتغير شكله انا هنا استخدمت ايه يا ولاد changes 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 ايوه بيتغير شكله دي صفة من صفاته انه هو جول من السهل انه هو يتغير في شكله تمام but it doesn't break but it doesn't break ولكنه لا ينكسر بارته استخدمت زي ما استخدمت هنا المضارع البسيط في الاسبات بتاعه استخدمت النفي المضارع البسيط علشان اأكد على الجملة اللي بعد كده بكده احنا عرفنا ازاي نستخدم الطرق اللي انا شرحتها في اني انا اقول properties بتاعتي واوصف المواد الخام طب يا ميس هرجع تاني واقول احنا ليه بنوصف المواد الخام دي ايوه انا لازم اعرف الخصائص بتاعة المادة الخام دي علشان اقدر اوظفها صح واستخدمها في الشيء المناسب ليها في الشيء المناسب ليها يعني انا مثلا لما اجي اقول الجلاس من اهم خصائصه انه هو he is transparent he is it is sorry it is transparent يبقى هو شفاف يبقى انا باستخدمه في عمل ايه الويندوز علشان ابص من الويندوز اشوف ايه الخلف الزجاج طب هل ينفع استخدم الود الود ك اعمل ويندو وابص منه على الورق يعني اعمل ويندو ثابت لا ما ينفعش اعمل ويندوز ثابت ليه ما ينفعش اعمل ويندو ثابت لانه هو ما فيهوش خاصية الترانسبرانسي اللي هي لو انا ثبتته ما هشوفش الورا يبقى هو كده مالوش لازمة ما يعتبرش اسمه ويندو تمام كده عرفنا ليه احنا بنعرف خصائص المادة كويس جدا علشان اقدر ان انا استخدمها واوظفها التوظيف الصح في اشياء تخدمني في حياتي كلها نيجي بعد كده ونشوف القارب الشراعي اللي انا اتكلمت عنه قبل كده انا قلت قبل كده ان احنا هنتكلم عن الويند سيرف بورد اه تعالا نقرأ القطع اللي عندنا في الكتاب واحدة واحدة كده ونقرأها ونترجم ده ويند سيرف بورد فلوتس اون دا سي الويند سيرف بورد قلنا عليه المركب الشراعي او اللوح الشراعي بيعمل ايه فلوتس اون دا سي دا شكله ياولاد دا شكل ايه الويند سيرف انا قلت اجيب القطعة دي بالذات علشان اعرفك الكلمات الجديدة اللي احنا خدناها ونوصفها قدامنا بالصورة عشان تبقى واضحة في ذهننا القارب الشراعي دوت هو فلوتس اون دا سي يعني بيطفو فوق المية يعني بيمشي على سطح المية سيد صلاح it's made of بلاستيك فوم هو اللوح دوت او البرد دوت مصنوع من البلاستيك فوم ليه يا ميس مصنوع من البلاستيك فوم لان هو البلاستيك فوم دوت من خصائصه ان احنا نقدر ان احنا يطفو فوق وش المية على سطح الماء تمام يبقى انا وظفته صح it cannot sink اهو اهو نفس اللي انا بقوله حالا جيه هو لا يمكن ان هو يغرق جوه المية you should hold it if you fall into the water لو غرق تحت في المية تقدر ان انت تطلع به ما تغرقش here is the mast اه ايه هو الماست شايفين الحاجات اللي هي كده دي بالطول دي الالومينيوم دي دي كل الشريح دي هي الماست اللي هو الهيكل بتاع السيل بتاعي الهيكل اللي بيمسك السيل طيب ما له بقى الماست دا يا ميس here is the mast which supports the sale اللي بيمسك الشراع بتاعي الشراع دا اللي هو بيبقى مصنوع من مادة البلاستيك الشفاف او البلاستيك اللي بيبقى خفيف شوية علشان يبقى معايا حركته سريعة وبسيطة and this is the boom اه ايه هو البوم عارفين الحاجة الدايرة ديت اللي الشخص ماسكها الدايرة دا هو دا البوم البوم دا يا ولاد هو عبارة عن الـ direction بتاعه دا direction بتاع الشراع direction direction دا لما اللي هو driver دا بيعملوا يمين وشمال او ورا backward او afterward دا بيبقى بيوجه الشراع في الاتجاه اللي هو عاوزه طيب which moves the cell اهو لسه حالا بقول اهو نفس الكلام اللي أنا بقول which moves the cell they are made of aluminum يعني يعني البوم ويه الماست لتنين مصنوعين من ايه من الـ aluminum ليه من الـ aluminum which is strong but also very light اهو الـ aluminum من اهم مميزاته انه هو قوي جدا وفي نفس الوقت خفيف جدا the rope is made of nylon الـ rope مصنوع من الـ nail which has great tensile strength هو لي آآ tensile strength جامدة جدا اللي هي قوة الشد بتاعته قوية جدا if you fall off the board لو انت وقعت من الـ board في المية climb onto it again and pull the rope hard انا في الوقت ده بشد الحبل جامد علشان اطلع على الـ board من جديد علشان كده هو لازم يكون مصنوع من مادة قوية جدا وما ينفعش انها تطقطع طيب the mast will rise easily out of the water الماست بقى هيرفعك فوق المية هيرفعك من المية now احمد you are ready احنا دلوقتي قلنا له وعرفنا احمد هيعمل ايه انت ready يا احمد علشان تسوق اوكي but please put on your life jacket first اول حاجة لازم تعملها قبل ما تنزل البحر او قبل ما تركب الـ wind surf ده لازم تكون لابس life jacket بتاعتك it will stop you from sinking فايدتها ايه طيب يا ميس اللايف جاكت دي هتمنع ان انت تغرق هتمنع ان انت تغرق احمد put on the life jacket هو فعلا حط اللايف جاكت then he climbed onto the board راح طالع على البورد and pushed the sail backwards and outwards using the boom اللي هو دريكسيون بتاعه وراح عامل الشراع للخلف وللامام almost immediately في الحال a strong wind began to be low آه حصلت حاجة غريبة ايه هي في رياح او عاصفة قوية جدا بدأت تهب soon احمد sailed rapidly away from the shore آه بدأ يجري بسرعة آه يسيل يعني ايه سيل يعني يبحر بسرعة آه بعيدا للشاطئ then the wind suddenly finished changed changed the sail swung around and pushed احمد into the sea فجأة العاصفة اتغيرت والسيل آه زق احمد في المية هيحصل ايدي الوقتي احمد's life jackets ايوه prevented him from sinking ايه اللي نفعه بقى في الموضوع ده انه هو لبس life jacket بتاعه طيب the board was on its side البورد كان على جنبه او كان جنب احمد and the sail and the mast floated in the water وكله طالع طافي على المية علشان المواد المصنوع منها كلها خفيفة وبتطفو على الماء احمد climbed onto the side of the board احمد بسرعة راح قفز على جنب البورد and pulled the rope hard راح شادد الحبل جامد زي ما قالو صلاح قالو وراح the mast and the sail rose up اترفع لفوق easily and quickly out of the water soon احمد sailed away again دي القطعة اللي كانت وضحت لي اول حاجة الفوكابة الجديدة اللي احنا اخدناها في اول الوحدة دي كلها استفدنا منها كمان القطعة دي كان فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها عن المادة الخام وبتتصنع ايه اللي تصنع منها وتصنع منها ليه وبالطريقة العلمية والعملية اثبتت لنا ان لو انا استخدمت المادة الخام في الحاجة الصح هتفدني وهتمنع الضرر اللي بيقع علي هتفدني كويس جدا وهتمنع الضرر اللي بيقع علي تمام دلوقتي هنيجي لقاعدة برضو مهمة عندنا وهي تعتبر حاجة بسيطة جدا وقلناها في وسط الكلام ازاي ان انا استخدم كلمة is made of is made of عندي هنا لازم is made of يجي بعدها اسم material اسم ايه material طب لما اجي استخدم is used for is used for يجي بعدها اميس لازم يجي بعدها verb plus ing طيب تعالوا مع بعض هنا نشوف هنستخدم made of ازاي ونستخدم used for ازاي اول اجزامبل عندي هنا بيقول the boom is made of aluminum the boom is made of aluminum حطيت هنا ايه بعد is made of aluminum ده ما ينفعش انه هو ينكسر تمام المثال اللي بعد كده the rope is made of nylon is made of nylon which had great tensile strength الرب هنا الحبل بتاعي مصنوع من النيلون ليه is made of هير وليه بقى علشان هو ليه قوة تحمل او قوة شد كبيرة تمام the mast is used for supporting the sale المست عندي is used for اهو is used for الليه القاعدة التانية is used for جبعة ده support plus ing support اللي هو الverb plus ing for supporting the sale supporting the sale المثال الاخير عندي the rope is used for is used for pulling up mast pulling up mast يعني ايه اهو pulling اللي هي pull plus ing الverb plus ing يبقى انا عرفت هنا القاعدة بتاعتي is made of لازم ييجي بعدها material باستخدم material طب لو انا جيت دلوقتي قلت اني the door is made of wood the door is made of wood الدور عندي مصنوع من الخشب يبقى هنا made of محطوطة ما بينها الحاجة اللي تصنعت والناحية التانية المaterial اللي تصنعت من طيب نيجي بعد كده ونشوف دي communication النهاردة بيتكلم عن حاجة مهمة جدا ايه هي وهي adjectives اللي بتصف الانسان دي حاجة مهمة جدا اللي نحن كانسان يعني انا الحاجات الصفات اللي قبل كده اللي استخدمتها انا بوصف بيها المaterial النهاردة في communication هتعرض لي صفات الانسان اللي بتخليني احكم عليه واتعامل معاه على اساس الصفة اللي هو بيمتاز بيها على اساس الصفة اللي هو بيمتاز بيها يبقى انا المaterial عندي بعرف صفاتها ليه علشان اوظفها في الحاجات اللي اقدر استخدمها فيها الصناعات اللي اقدر استخدمها فيها طب والانسان يا ميس ايه لازمته ان انا اعرف صفاته لا لازم اعرف صفات الانسان علشان لما اعرف كل واحد الصفة اللي عنده ايه how to communicate with each other or with ourselves ازاي نتعامل مع بعض ازاي نعمل اتصال بيننا وبين بعض ده بيكون على حسب الصفات اللي كل واحد بيمتاز بيها هنجي دلوقتي برضو وهنستخدم ال adjectives بتاعتنا والنون برضو الخاصة بيها علشان هنستخدمها في حاجات تاني اوكي اول صفة عندنا بتصف الانسان وهي intelligent intelligent الصفات مركبة ولازم تنطق معايا صفة صفة وانا هنطق مرة واثنين وثلاثة علشان الكلمات طويلة شوية intelligent intelligent ذكي النون بتاعها ايه intelligence معايا الذكاء very good لما اجي اقول الصفة اللي بعدها punctual 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 مواظب مواظب punctuality punctuality يعني المواظبة المواظبة طبعا هنا مواظب يعني ايه مواظب يعني هو بيحضر حكته بيوضب حكته كويس تمام attentive 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 منتبه 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 attentiveness attentiveness تاني attentiveness يعني انتباه كلمة منتبه او attentive جي زي ما احنا بنقول you must be attentive in class you must be attentive in class انت لازم تقعد منتبه في الكلاس لازم تقعد منتبه في الكلاس keen keen مغرم بي او شغوف بي keenness keenness اللي هو الشغف بحاجة او الغرام بحاجة طب ايه هي الحاجة دي زي ما انا اقول اي يا ميس يعني انا عايز اقول مثلا اني i am keen to english i am keen to english انا مغرمة باللغة الانجليزية انا لما اجا اقول مغرمة باللغة الانجليزية يبقى انا كده مغرمة بيها او شغوف بيها cooperative cooperative يعني متعاون we must be cooperative with which other we must be cooperative with which other cooperation هو التعاون النون اخر صفة عندي النهاردة وهي honest honest امين الامين او الصادق honesty اللي هي الامانة او الصدق بكده يا ولاد نكون خدنا معظم الصفات اللي الانسان بيتحلى بيها وعرفنا ازاي نقدر نصف كل انسان بالحاجة دي طيب انا دلوقتي لما اجي اقول اني زي ما انا قلت دلوقتي you must be attentive in class you must be attentive in class تمام يبقى لازم تكون منتبه في الكلاس منتبه في الكلاس لغاية هنا احنا خدنا كل حاجة قدرنا نعملها في اليونت وان شاء الله مش هنكون اخر لقاء لنا والى حلقة قادمة ان شاء الله good bye and good luck